السيد الدكتور دونك المحترم المدير عام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة معادي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السماكية في سلطنت عمان رئيس الدورة 35 للمؤتمر الأقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا السادة أعضاء المؤتمر أيها السيدات والسادة يسعدني أن أشارك معكم في أعمال الدورة 35 للمؤتمر الأقليمي للشرق الأدنى الذي يعد منبرا هاما للتباحث في كيفية مواجهة التحديات الأقليمية والمسائل ذات الأولوية المتعلقة بالغذاء والزراعة مع تزايد الضغوط وزيادة حجم معاناة المجتمع السوري بثبب الآثار الكبيرة للحرب الإرهابية على سوريا وما رافقها من عقوبات اقتصادية أحدية الجانب تشتد يوما بعد يوم مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية والجفاف والتصحر المتزايد تراجعت المساحات المزروعة بشكل كبير نتيجة تراجع القدرة على تأمين مستزمات الانتاج الزراعي وارتفاع أسعارها كما أدت العقوبات والحرب الظالمة على سوريا إلى تدمير مصادر الري وشبكات الري الحكومي وتضرر الآبار التي يستجر منها المياه لريء المساحات المزروعة إن تراجع هذه المساحات وتراجع الانتاج أدى إلى تراجع الانتاج الزراعي بشكل كبير لكن هذا الأمر أدى إلى تراجع المخازين أي أن ذلك سيكون أثره مستدام لسنوات قادمة هناك مشاكل بيئية تواجه القطاع الزراعي ناجمة عن نشوب الحرائق في مناطق الغابات علينا أن نحمي هذه الغابات من التعديات ونحميها من الحرائق وأن يكون لدينا انثار مبكر حتى لا تحدث هذه الحرائق وفي حال حدوثها نحتاج إلى تدريب وبرامج واضحة كيف نعالج هذه الحرائق للحد من انتشارها وتطويقها أثناء حدوث الحريق ومن ثم كيف يمكن لنا أن نعيد تأهيل المناطق المحروقة بحيث نطبق المعايير البيئية في إعادة التأهيل وإعادة التحريج تعتبر التنمية الريفية أحد المفاصل الرئيسية في سوريا ومنذ عشرون عاما قامت وزارة الزراعة بتنفيذ عدد من مشاريع التنمية الريفية التي كان لها آثار إيجابية كبيرة وقد نفزت هذه المشاريع بالتعاون مع مجموعة من المنظمات ومجموعة من الصناديق الدولية التي ساعدت سوريا في تنفيذ هذه المشاريع وكان لمنظمة الفاو دور كبير في هذا المجال خاصة في فترة الحرب فقد ساعدتنا في تنفيذ مشاريع الزراعات الأسرية وحاليا تساعدنا في مشروع سبل العيش وفي توفير الصناعات الغذائية لمنتجات المنتجة من الزراعة الأسرية وإعادة تأهيل هذه المنتجات لتمكينها من الوصول إلى الأسواق بحيث تطابق المواصفات القياسية السورية وتصبح منتجات لها مكانها ولها وجودها في السوق كما ساعدتنا منظمة الفاو في تحسين الثروة الحيوانية وتلقيحها للوقاية من الأمراض والوقاية من الجائحات مع ظروف الحرب التي عانت منها سوريا جاءت كوفيد لتزيد الأثر أثرا وقد تضرر المجتمع السوري بشكل كبير بكافة مستوياته تخذت الحكومة كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذا المرض وقامت بمنع التجول لفترات متعددة بين المحافظات وضم المحافظات إلا أن ذلك أثر سلبا على الأخوة الفلاحين وخاصة أن المنتجات الزراعية أو الزراعات القائمة في الأرض لا تتحمل فترات طويلة لعدم الخدمة فهي تحتاج إلى خدمات زراعية دائمة ويومية مما أثر على معدلات الإنتاج لكن نتيجة توقف الحركة ما بين المحافظات أصبح نقل الإنتاج ما بين المحافظات صعبا مع أنه خلال فترة انتشار مرض أو فيروس كوفيد استمر السماح بنقل المنتجات الزراعية والتجارية ما بين المحافظات ضمن الإجراءات المحددة لها للحفاظ على تأمين الغذاء للسكان في كافة المحافظات حاولت الحكومة ونتيجة لارتفاع أسعار بعد المنتجات أن تخفض وطأة ارتفاع الأسعار على السكان فسمحت بإقامة أسواق على مستوى المناطق وهي أسواق محلية في المدن الرئيسية وفسحت المجال للمنتجين الزراعيين أن يكون هناك تصويق من المنتج إلى المستهلك مباشرة نحن أولوياتنا واضحة ومعروفة ونحن نحتاج إلى المثاعدة العلمية والفنية والتقنية والمالية وهي لبناء سوريا من جديد سوريا الوطن الأم الذي يحتاج إلى دعم من كافة المنظمات كما يدعم حاليا من الدول الأصدقاء ونؤكد على أولويات الحكومة السورية حول تطوير وتحسين الاستراتيجيات الحالية من أجل التخفيف والحد من تأثيرات التغيرات المناخية التي لها أثر كبير على العوامل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد لا بد أن ندعم توفير مستزمات الانتاج للأخوة الفلاحين وبأسعار مقبولة وبفترات زمنية مستقرة وفي مواعيد استخدامها الحقيقية لتمكين الفلاحين من استخدامها ولتخفيف تكاليف الانتاج التي ستنعكس فيما بعد على أسعار المنتجات الزراعية وإتاحتها للسكان بأسعار مقبولة يجب أن ننمي الممارسات الزراعية الحديثة وأن ننشر التقنيات الزراعية الحديثة وأن نشر التقنيات الحديثة لا يعني أن نستخدم آلة فقط وإنما يجب أن نستخدم الآلة والفكر العلمي والتقنيات ونستخدم التكنولوجيا الزراعية في خدمة الزراعة حتى نطور الانتاجية الزراعية ولا يمكن تحقيق ذلك إلا باستخدام البحوث العلمية الزراعية أساسا في التطوير ولا يمكن أن تطوير الانتاجية إلا بتنظيم تأمين مستزمات الانتاج وزيادة العمل التعاوني وتعزيز القدرات للجمعيات الفلاحية التعاونية نحن بهمنا كثيرا أن ندعم تطوير السروي الحيواني لأن قطاع السروي الحيواني قطاع مهم لدينا أغنام العواس وهو عرق سوري موجود في هذه المنطقة غير موجود في أي مكان في العالم ولا بد من تطويره وتنميته محليا لأنه لا يمكن دمجه بأي عرق آخر إضافة طبعا إلى تطوير قطاع الدواجن وقطاع اللحوم الحمراء من الأبقار والعجول ولدينا الجمال الأصيدي التي يمكن تطويرها التي يمكن أن تساهم أيضا في منتجات مهمة لسكان البادي أتمنى لهذه الاجتماعات النجاح وأن تتوج أعمالها بسلسلة من النتائج المفيدة وخاصة أن الأيام المقبضة مليئة بالتحديات ولا يمكن مواجهة كل الصعوبات والمعوقات إلا بمزيد من التعاون والتنصيق المشترك ونحن نعول على منظمة الأغذية والزراعة أنها شريكا رئيسيا في تطوير القطاع وإننا نسعى أن تتولى هذه المنظمة تقديم الدعم والتنصيق بين دول الأقليم لبلوغ هذا الهدف وهنا نؤكد على أهمية تفعيل وتنفيذ مبادرة يد بيد التي أطلقها السيد المدير العام لمنظمة الفاو كونها تساهم في تنصيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصاديات دول الأقليم بشكل عام والإنتاج الزراعي والغذائي بشكل خاص دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر